امبارح في منطقة الحضرة الجديدة في محافظة اسكندرية كلبها جمع على عدد من المواطنين نتج عن الحادث ده لصابة 30 مواطن اللي على طول توجهوا لمستشفيات عامة لتلقي العلاج واخد جرعات اللقاح اللازمة للوقاية من اي امراض ممكن تنتج عن الهجوم ده ما كانتش الحادثة الاولى او الاخيرة لكن ممكن تكون نقوس الخطر اللي بتنبهنا لمشكلة كبيرة جدا كلنا بنعاني منها وبنشوفها بشكل يومي النهاردة هنفتح مع حضراتكم ملف الكلاب الضلة اللي منتشرة في مناطق كتير حوالينا وبتسبب زعر للاطفال ورعب للسكان كمان تقدروا تتابعوا كل جديد لما تشرفونا بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجي لكم اشعار بكل جديد ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا لايك رقم كام علشان نعرف بعض انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدأ ظاهرة الكلاب الضلة بقت من المشاكل اللي بتهدد حياة كتير من المواطنين وبتسبب خوفهم وده بسبب الانتشار الكبير للكلاب دي في واست مناطق حضرية ومأهولة بالسكان بعد ما كان انتشارهم بيقتصر على المناطق السحروية واللي عدد سكانها قليل واكتر من حدثة شغلة الرأي العام في مصر ومنها اللي ادى لبعض حالات الوفاة ومنها اللي نتج عنها اصابات كتير ويمكن من اشهر الحوادث دي الحدثة اللي حصلت في شهر نسمبر 2022 لما مجموعة من الكلاب الضلة هجم الطبيبة أثناء خروجها من عملها الامر اللي ادى لوفاتها وامبارح وخلال 24 ساعة فقط حصلت اكتر من حدثة في محافظات مختلفة نتج عنها وفاية شخص في محافظة سهاج واصابت اكتر من 42 مواطن ما بين محافظة اسكندرية ومحافظة الدأهلية ومحافظة القاهرة الامر اللي كان لازم عشانه نتكلم مع حضراتكم في القضية دي والناقش معاكم الاسباب وطرق الحل وازاي تكون الوقاية او التعامل في حالة لقدر الله التعرض لحادث زيدة السبب الرئيسي لمهجمة الكلاب للانسان هو شعورها بالجوع وعدم حصولها على القدر الكافي من كميات الطعام سواء اللي بتجمعها من سنديق القمامة او اللي بيقدمها لهم بعض المواطنين في 2019 بلغ عدد الوفيات نتيجة مهجمة الكلاب لمية شخص وتسجل اكتر من 400 الف بلاغ في اماكن متفرقة وحسب دراسة اعدتها وزارة الزراعة من سنتين ان عدد الكلاب الضلة وصل لاكتر من 20 مليون ونسبة الزيادة فعددهم بتصل ل20 في المية سنويا وتكلفة توفير الامصال وصلت لمية ستة واربعين مليون جنيه سنة 2019 مشكلة كبيرة ومكلفة والتخلص منهم عن طريق القتل سواء بالسمة او باي طريقة تانية ما بقاش حل وخصوصا ان المادة رقم 357 من قانون العقوبات بتعاقب بالحبس والغرامة عن مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من يزبط في حقه قتل حيوان عمدا بدون مقتضى كمان في فتوى لدار الافتة المصرية انه لا يجوز قتل حيوان الا ما تحقق ضرر منه الاول كانت بتنتشر الكلاب في المدن القريبة من الزهير السقراوي علشان كانت بتوجه لحصول على الطعام من سنديق القمامة وبعدين ترجع تاني لمكانها في الصحرا لكن دلوقتي انتشرت بشكل كسيف داخل المدن والميادين العامة زي الميدان اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي ومن المفترض انه من ارقى مناطق اسكندرية في منطقة سيدي جابر من ناحية السوبر جيت في الجنينة اللي موجودة هناك في اكتر من 30 كلب موجودين وبيهجموا السكان وبيدخلوا العماير وبيخوفوا الاطفال وبيزيدوا وبيانتشروا بشكل كبير وفي منهم اللي بيحمل امراض زي الجرب وغيره وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية انه لا يجوز قتل او جرح حيواني ده غير ان وجود الكلاب اصلا بيساعد على التوازن البيئي لكن زي ما حضراتكم عارفين ان اي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها الحل انه لازم يكون فيه تعاون وتنسيق دولي وتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان وحيفضل الحل الاهم هو تعقيم وتحصين الحيوانات دي بتعوم لقاحات مخصصة لكده وزمان كنا بنسمع وإحنا صغيرين على عربية الكلاب لما بتمر في المنطقة ورغم ان حل التطعيم والتعقيم مكلف مشكلة الكلاب الضلة مستمرة وبينتج عنها حوادث من وقت للتاني حبينا نغطي مع حضراتكم ملف من اهم الملفات واللي كتير من حضراتكم بيبعتلنا على الخاص اننا نتكلم في الموضوع ده وخصوصا مع اقتراب موسم المدارس ونزول الاطفال الصغيرة في وقت مبكر يوميا علشان كده حبينا نفتح مع حضراتكم الملف ده يمكن يكون فيه حل قولوا لي في التعليقات ايه الحل اللي حضراتكم تقترحوه ولو حابين تتابعوا معنا كل جديد يا ريت تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا لايك رقام كام علشان نعرف بعض انا اخوكم مراد محمود وشكرا لكم اشتركوا في القناة